النهاردة بالصدفة الاخبار في معظمها ايجابية او في رأيي كلها ايجابية انا حبدأ بالخبر الاخير متعلق بالعنوين اللي انا قلتها لحضراتكم وهي القصة بتاعة العميد مش عميد الشرطة لا عميد الرياضة واسطورة الكرة المصرية الكابتن حسام حسن اخيرا القصة وصلت الى حل يرضي جميع الاطراف الدهاردة امين الشرطة رضا تنازل عن المحضر والشكوى التي كان قد حررها ضد الكابتن حسام حسن بسبب تعدي حسام حسن في الفيديو اللي احنا كنا شايفينه دلوقتي على الشاشة علي اثناء مباراة المصري وغزل المحلة في ختام مباراة الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم وبسبب مشاكل حصلت في المباراة وان المحلة تعادل مع المصري وافقده المركز التالت فبالتالي حسام حسن اتعصب فانفعل على المصور ده وتمعته القصة المفروض انه النيابة العامة كانت قد احالت الكابتن حسام حسن ومساعديه الكابتن حسن مصطفى والاستاذ وليد بدر المدير الاداري للجهاز الفني والاداري لفريق المصري الى المحاكمة العجلة يوم السبت القادم وبالفعل كان محبوسا حسام حسن وكانت فيه مساعي حتيثة من كل الجهات وده الحقيقة ميزة محدش يقدر ينكرها للمشاهير والناس اللي اعطوا البلد فيه ناس كتير هتقولك هو فيه حد فوق القانون لا مفيش حد فوق القانون بس فيه ناس محبوبين فيه ناس الناس عشقتهم زي حسام حسن اللي قدم بطلات وجهد وعرق ودم وكفاح هو وخول الكرة المصرية على مدار سنوات طويلة وقدم كمان للسنادي لفريق نادي المصري مجهودات كبيرة جدا خلت كل اهالي بورسعيد وانا بالمناسبة شعب بورسعيد دي ما بحبهاش فيه ناس يقولك شعب بورسعيد وشعب المحلة وشعب سهاج احنا مش 27 شعب احنا شعب واحد مش ان الكلمة دي يخدوا بالكوا بقى الدرجة على لسنة كتير من الاعلاميين وكتير من الصحفيين بيقولوها بيقولك شعب بورسعيد بيحب حسام حسن وشعب الاسماعيلية عايز كذا وشعب اسيوت مفيش حاجة اسمها كده فيه اهالي بورسعيد واهالي كان لان دول اهالينا واحنا اهليهم كلنا اسمنا شعب مصر فارجوكم براش كلمة شعب بورسعيد واحد اهالي بورسعيد عشق حسام حسن للوطنية والانتماء والتعلق اللي هو حصل منه لنادي المصري عضاء مجلس النواب عن بورسعيد رموز الرياضة رموز سياسية ناس حتى في وزارة الداخلية تدخله من اجل احداث هذا الصلح وبالتالي وبالتالي تنازل النهاردة والمعلومات اللي انا جمعتها وحنتأكد دلوقتي من مصدرنا على التليفون انه تنازل بالرضا رضا الرقيب رضا اوامين الشرطة رضا تنازل بالرضا يعني ما حصلش ضغط عليه هو حصل نوع من انواع الطلب المتكرر يعني قالوله عشان خطرنا وحقك علينا وحنعتذرلك وانت مقدر والدخلية كلها مقدرة واللي حصل دا يكفيك والقانون اخذ مجراء وعم كذا بس خلينا الطيب احسن ومن عفى واصلح فقد بدأ بالحسنة وكذا فبنكتر الحاح بهذا الموضوع وطبعا بيعاز من قيادات في وزارة الداخلية اللي كلموه قالوله والله عايز تكمل في حقك انت حر بس يا بغت من قدر وعفي فبالتالي النهاردة راح الامين الشرطة رضا ومضى على المحضر التنازل في الشهر العقاري قدامكم الصورة هو بيمضي والصياغة انه انا الموقع ادنى رضا تنازلت عن المحضر تصالحت اولا تصالحت وتنازلت عن المحضر اللي كنت قد حررته اهي الصياغة قدامكم حررته ضد الكابتن حسام حسن لتعديه علي بالضرب واتلافه لممتلكاتي من الكاميرا والشريط المدمج اللي هو كان عليه الصور وكذا 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 وبالتالي بالمناسبة المحاكمة ستعقد بس سيقدم طلب التنازل والتصالح امام المحاكمة والمفروض ان المحكمة تقبل طلب التنازل وخلاص وكأن شاءا لم يكن وتخلي سبيل الكابتن حسام حسن بعد التنازل